الآية هكذا كانت إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالم الآية هكذا كانت إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالم الإمام جعبر الصادق عليه السلام يقولها كذا نزلت ولكنهم حذفوها خلص أنا بعد ما أعلق أنا بس أقول لك كلام لو أردع لك أكو مخان تعليقه وآية أي فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية لكن اتدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله وراده حسب تعبيرهم يندون للقرآن السلطة كان موقفهم ضد آل محمد في طبيعي ما يصرف له هاي الكلمة يخلوها صار ما صار إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحاجرون